المعبد كوم أمبو نجد الإله سوبك الذي يمتلك رأس تمساح والذي يرتبط بالخصوبة والنيل وفي الجانب الآخر نجد الإله حورس الذي يمتلك رأس سقر والذي يعتبر حامي الملوك ورمز السلطة الملكية الإلهية هذا التفاني المزدوج يجعل المعبد مميزا جدا حيث بني بشكل متماثل مع مداخل قاعات ومعابد مزدوجة لتكريم كل الإلهين على قدم المساواة هذا يعكس الإيمان المصري القديم بالتوازن والتعايش تم بناء المعبد في عهد البطالمة حوالي عام مايونت أمانين قبل الميلاد مع إضافة أجزاء منه لاحقا من قبل الرومان عندما تدخلون إلى المعبد ستلاحظون النقوش والهيروغليفية المحفوظة بشكل جيد العديد من الجدران تظهر مشاهد يتفاعل فيها الآلهة مع الفراعنة مانحين لهم الحماية والبركات كما ستجدون مشاهد تتعلق بالممارسات الطبية بما في ذلك نقش يظهر أدوات جراحية قديمة وهو شيء مثير للاهتمام بشكل خاص لمحبي التاريخ الطبي بينما تواصلون التجول في المعبد ستصلون إلى فناء المعبد الذي كان في الماضي يحتوي على أعمدة ضخمة النقوش المعقدة على الأعمدة مذهلة وتروي قصصا من الأساطير المصرية إذا نظرت إلى الأعلى ستلاحظ مدى تفصيل النقوش في الأسقف أيضا كل زاوية في هذا المعبد تحتوي على شيء لاكتشافه من قصص الحياة اليومية إلى الطقوس المقدسة أحد الجوانب المثيرة الاهتمام في كوم أمبو هو ارتباطه بتماسيح النيل كان المصريون القدماء يعتقدون أن الإله السوبك إله التماسيح كان مسؤولا عن الخصوبة التي جلبتها فيضانات النيل السنوية في العصور القديمة كانت التماسيح تعيش في مياه النيل المحيطة بالمعبد وكان الكهنة يعتنون بهذه الكائنات ويقدسونها إذا قمتم بزيارة المتحف القريب من المعبد ستتمكنون من رؤية تماسيح محنطة تم الحفاظ عليها وتقديسها وهو دليل على أهميتها في الديانة القديمة من السمات الفريدة الأخرى في كوم أمبو هو مقياس النيل الذي لا يزال من الممكن رؤيته حتى اليوم كان هذا الجهاز يستخدم لقياس مستويات المياه في نهر النيل وهو أمر كان بلغ الأهميات للزراعة والتنبؤ بموسم الفيضانات القادم اعتمد المصريون القدماء بشكل كبير على فيضان النيل للحفاظ على محاصيلهم ولذلك كانت معرفة ارتفاع النهر بدقة ضرورية لبقائهم رغم جماله وأهميته تعرض المعبد للتدمير جزئيا على مر الزمن وذلك نتيجة تعرية النيل والزلازل بشكل رئيسي ومع ذلك فإن أجزاء كبيرة منه ما زالت قائمة مما يتيح للزوار إلقاء نظر على عظمته القديمة بينما تتجولون في هذا المعبد ستشعرون بالهدوء التاريخي المحيط بكم إنه مكان صمد أمام اختبار الزمن شاهدا على العديد من الطقوس، الصلوات، ولحظات التفاني كوم أنبو ليس مجرد معبد إنه نافذا على العالم الديني والزراعي والاجتماعي لمصر القديمة الموقع الهادئ بجانب النهر، التفاني المزدوج للآلهة القوية والنقوش المعقدة يجعلون من كوم أنبو أحد الأكثر المواقع جاذبية في مصر خذوا وقتكم لاستكشافه، ودعوى تاريخ هذا المكان الرائع يتحدث إليكم بينما تقفون في مكان كان مقدسا لآلاف السنين